النهاردة هنتكلم على الانتربيوز ويالأسئلة اللي دائما بتسئل أو الأسئلة اللي بتيجي كتير أهم أسئلة الانتربيو كلمني عن نفسك إيه اللي تقدر تقوله لي عن نفسك اسمي كذا عندي شهادة في كذا عندي كان سنة خبرة فيما قال كذا أنا بتكلم لغتين انجليزي وعربي I've worked before at I've worked before at اشتغلت قبل كذا في I enjoy learning new things and I love reading I enjoy learning new things and I love reading أنا بستمتع بني تعلم حقك جديدة وبحب أقرأ How did you hear about this position How did you hear about this position سمعت عن المنصب دا ازاي أو الشغلنا دا ازاي Online Online على النت On the company's website On the company's website على موقع الشركة Through a friend Through a friend من خلال صديق Through an ad Through an ad وad يعني advertisement تختار بدحها يعني أعلان من خلال أعلان What do you know about our company What do you know about our company تعرف اي عن الشركة بتاعتنا قبل ما تقدموا على اي شغلين لازم تقروا عن الشركة لازم تعرفوا تقوم بسئل دا Can you list your points of strength Can you list your points of strength تقدر تقول لي نقاط قوتك فالإجابة طبعا الإجابات دي إجابات كويسة أنها تتقل بس ما فيش إجابة perfect ما فيش إجابة أحسن حاجة فأنتو ممكن تزويدوا ممكن تنقصوا زي ما أنتو عايزين I'm a fast learner I'm a fast learner أنا بتعلم بسرعة I do my best to get things أو to get everything done on time I do my best to get everything أو things in general done on time بعمل كل ما في وسعي عشان أعمل كل حاجة في وقتها أو أخلص شغل في وقته I can work alone or as part of a team I can work alone or as part of a team أقدر أشتغل الوحدي أو أشتغل وسط مجموعة I have great communication and customer service skills I have great communication and customer service skills عندي مهارات تواصل وخدمة عملة كويسة What are your weaknesses? What are your weaknesses? إيه نقاط ضعفك? ممكن تقولوا كذا حاجة بس يعني اللي أنا هقوله مثلا إنه work is number is the number one thing in my life Work is the number one thing in my life الشغل هو ركب موحد في حياتي فهده نقاط ضعفي إنه دي أكتر حاجة أنا بعملها في حياتي فمش مع أي حاجات تانية يعني واخد بالي منها Why should I consider hiring you? Why should I consider hiring you? إيه اللي يخليني أعينك أو إيه اللي يخليني أشغلك I'm very devoted to work I'm very devoted to work أنا مخلص جدا في شغلي I will always do the best I can to get the job done I will always do the best I can to get the job done هعمل كل ما في وسعي علشان أخلص شغلي صح I'm a very fast learner so you will not have any trouble training me I'm a very fast learner so you will not have any trouble training me أنا بتعلم بسرعة جدا فمش هتحتاج وقت في تدريبي أو مش هبع عندك مشكلة في تدريبي Trouble يعني مشكلة طيب أنه لم أعرف شيء كويس فهي مش هبع عندك مشكلة في تدريبي مش هبع عندك مشكلة في تدريبي Where do you see yourself in five years from now? Where do you see yourself in five years from now? شيف نفسك في خمس تنين من دلوقتي إلي جيبة ممكن تبقى In a great position surrounded by family and friends In a great position surrounded by family and friends في مركز مهم محاط بأهلي وأصحابي Why do you want to work here? Why do you want to work here? ليه عاوز تشتغل هنا? Because I have heard great things about the company And I would love to be part of it Because I have heard great things about the company And I would love to be part of it عشان أنا سمعت حاجة هايلة عن الشركة والنفسي أكون جوزء منها What is your salary expectation? متوقع مرتبك بأكام أو إيه توقع بتاع المرتب بتاعك دي طبعا بتعملوا search بقى على حسب الوظيفة بتشوفوا مرتب كام مثلا على النت وبتقولوله من الرقم اللي انتوا لقيتوه يعني بالحدود دي Is there anything you would like to ask me? Is there anything you would like to ask me? في أي حاجة عاوز تسألها لي? انت بلا عندك عايزين تسألوها له واسألوها ما عندكوش خلال بتقولوا انه ما فيش ده بس جوزء من الحاجات اللي بتسير على طول طبعا في حاجة اكتر ممكن يسألوكو كام سؤال بس منهم فحاولوا تكونوا واسكين من نفسكو حتى لو هتجاوبوا غلط بس يبقى عندكو ثقة فاللي يشوفكو ما ياخدش بالي قوة من الغلط قد ما يشوف الثقة بتاعتكو بس ولو عايزين ترجع تاني الكلام ده هتلاقوا مكتوب تحت الفيديو Bye